السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أتيتكم بورد وذكر إن شاء الله اليوم قبل أن نبدأ المشاركة في ورد يوم السبت ومن فاته الورد في وقت ما ولم يرى ولم يشارك فليفعل طريقة وحده اليوم سأقول لكم ذكر من الأذكار المجربة في تجارب حقيقية على أرض الواقع إذا طبقت سترى هذه الأشياء التي سأقول لك سترىها بعينك يعني سترىها في رؤيات وسترى تغييرات حياتك اليومية هذا الورد البيت القديم ركز معي البيت القديم المنزل القديم يعني أربما أنت في منزل جديد ودائما ترى نفسك في البيت القديم إذا أردت أن تغير ذلك البيت ولا ترى هذه من المجربة ولا ترى بتاتا مرة أخرى فعليك بهذا الورد تتتبع في مدة سبعة أيام إلى خمسة أيام ستغير ذلك البيت في المرة الأولى لما تطبق هذا الورد سترى ذلك البيت أو المنزل القديم وسترى نفسك فيه وترى أنك مقيم فيه وفي اليوم الثالث أو اليوم الرابع تقريبا سيتوك ناس إلى ذلك المنزل القديم وسيدعوك لخروج منه وستجمع ملابسك وأغراضك يعني ستغير ذلك المنزل القديم لن ترى باتاتا ستغير ستذهب إلى منزل جديد وفي اليوم الرابع أو اليوم الخامس لما تطبق هذا الورد سترى نفسك أنك مسافر بالقطع إلى تجاه الشرق تجاه الشرق المكان الذي أنت تقوم فيه تجاه شرق الشمس يعني في تجاه الشمس ستسافر بالقطع ثم إذا منزل في اليوم السابس أو اليوم السابس سترى رأيسك نفسك في منزل كبير أو بيت كبير مغاير ذلك البيت القديم الذي كنت فيه التنظيف كذلك التنظيف يعني سبقتها قلت قلت هذا تنظيف يعني ستنظف إما ستنظف البيت الجديد والبيت القديم لما تذهب إليه ستنظفه وستقتل فيه كل شيء العكوسات لأنه ورد يعني ورد من الأوراد التي يعني تزيل العكوسات والنحوسات من الطريق وتبطل أسحار المأكولة تبطل بهذا الورد الذي عيد من فوائد إزالة النحوسات جلب الرزق جلب الرزق تغلب على الأعداء إزالة النحوسات بطل أسحار المأكول تغيير المنزل من القديم إلى المنزل الجديد يعني تغيير حالك كله إذا أردت أن تغير حالك فعليك بهذا الورد وورد جد سهل سأقول لك تقوله 300 وراء المغرب و300 وراء العشاء يوميا وستبدأ ترى الرؤيات المتسلسلة التي قلت سترى عديد من الأشياء رؤية تابعة لرؤية يعني لما تبدأ تطبق الورد يوميا 300 وراء المغرب و300 وراء العشاء ستبدأ ترى تسلسل يوميا في المنام سترى تغيرات في المنام تغيرات في المنزل تغيرات في الحال الذهاب الصفر إلى مكان آخر يعني ستغير حالك من حال إلى حال تفقنا وهذا الورد بخصائي سيجلب الرزق ويزل النحوسات ويبطل الحسد يعني فوائد فيه عظيمة هو وأفوض أمر إلى الله إن الله بصم بالعباد هذه الآية وأفوض أمر إلى الله إن الله بصم بالعباد تفوض أمرك إلى الله فالله يقضي كل حوائجك بإذن الله تبع هذا الورد وإذا أردت أن تجتهد فما عليك إلا أن تقوله بعدد الذي تريد قله يعني ألف ألفين في اليوم وسترى نتائج خيائلية فيه إن شاء الله هذا كل شيء أتمنى لكم الخير والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر